بعد مرور عام كامل من التحصيل الدراسي كعادته يستقبل نادي سيدات الشارقة أطفال برنامج مشمس الصيفي وسط مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والتي صممت خصيصاً لاستثمار طاقات الأطفال في فترة الصيف أحلام كثيرة يطمح إليها أطفال المستقبل وحمد السويدي التي تبلغ من العمر 11 عاماً تهوى التصوير الفوتوغرافية وتطمح للاحترافية فوجدت في مخيم مشمس الصيفي ملاذاً مهماً بالنسبة لها يبث روح الإبداع ويطور مهرتها في عالم التصوير أنا هنا في المخيم مشاركة عشان أحب التصوير والتصوير هي واحدة من هواياتي وأنا دوم يوم نطلع ونسافر أشري الكاميرا وياي وأصور وهي طموحيهم أكبر أني أستوي مصوراً شواء وفي الوقت نفسه تستمتع صديقاتها الأخريات في أجواء المخيم عبر باقة منوعة من الأنشطة الفنية والرياضية والترفيهية وغيرها التي تناسب كافة الفئات العمرية بشكل يتماشى مع هدف المخيم وهو تحفيز الطاقات وتكريس القيم الإيجابية قسمنا هذه المخيمات على حسب أعمار الأطفال واليافعات بحيث نحن نستقطب الأعمار من عمر سنتين إلى عمر 16 سنة أول مخيم هو مخيم مشمس النشيط وهذا المخيم تركيزه أكثر على الأنشطة البدنية وعدنا مخيمين آخرين للأطفال من عمر سنتين إلى عمر 5 سنوات وطبعاً هذه المخيمات فيها الكثير من الحركة والكثير من الأنشطة الإبداعية التي تنمي تفكير الطفل بنحاول دايماً نخلي الأنشطة حسية يستخدمون فيها الأطفال إيديهم بعيد عن التكنولوجيا وعن الشاشات لأن في الوقت ده وفي العصر ده أصبح الأولاد يملوا بسرعة فدايماً نشاطاتنا بتكون حركية دايماً نشاطاتنا بتكون سريعة ومدتها قصيرة أوقات ممتعة يقضيها الصغار في مخيم مشمس الصيفية حتى نهاية شهر يغسطس القادم إذ تتوفر جميع الأنشطة يومياً على فترتين صباحية ومسائية وتتيح المجال يولياء الأمور للتسجيل في أحد المخيمات أو البرنامج بشكل كامل بما يتناسب مع خططهم الشخصية طوال فترة الصيف والاستفادة من مرونة جدول فعليات المخيمة أشطة متنوعة تلامس اهتمامات الأطفال بطريقة تعليمية وتتقفية في آن الواحد وهي في النهاية تشغل أوقات فراغهم بكل ما هو ممتع ومفيد لأخبار الدار ريم عيسى من نادي سيدات الشارقة